والفقار هل أنت تصلي على تربة أم لا وماذا عن صلواتك السابقة نعم أخي العزيز أنا أصلي على هذه التربة الصغيرة جدا ولكن مع الأسف الشديد كما تجاهد تكسرت بعد عدة سنوات وأنا أصلي عليها ستقول وكيف حصلت عليه وأنت لم تزر العراق لأي بلاد شيعي حصلت عليها من أحد المواقع الإيرانية أو الباكستانية لا أتذكر كانت لهم خدمة توصيل إلى بلدان أخرى ولكن كما تلاحظ مع الأسف الشديد تكسرت وهذا ما بقي منها وما زلت أحتفظ بها والعنسة تقول وعلى ماذا تصلي الآن تصلي على حجر مثل هذه حجر عادية جدا من الأرض لأن السجود لا يكون إلا على الأرض أو شيء أنبتته الأرض كما كان يجد رسول الله صلى الله عليه وعليه فهو لم يجد على سجادة قط فل كان يجد على الأرض كما جاء في صحيح كذا وكذا لفلان بن بردازبة الفارس المجوسي يقول حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يقول رسول الله وجعلت لي الأرض مسجدا يعني مكان للسجود وطهورا للتيمم إذن السجود لا يكون إلا على الأرض وأيضا جاء في كتاب منهج السنة الأموية لعدو الإسلام ابن تيمية في جسء الرابع صفحة 151 يقول وكذلك قال مالك إن السجود يقرح على غير جنس الأرض والرافضة يمنعون من السجود على غير الأرض وأيضا جاء في كتاب مجموع الفتاوى لعدو الإسلام ابن تيمية يقول وفي الصحيح عن أبي سعيد الخضري في حديث اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث وفيه قال من اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين وفي آخره فلقد رأيت يعني صباحة 21 على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين فهذا بيّن أن سجوده كان على الطين وكان مجده مسقوفا بجريد النخل ينزل منه المطر فكان مجده من جنس الأرض وربما وضعوا فيه الحصى كما في سنن أبي داود عن عبد الله بن الحارث قال دائلت ابن عمر عن الحصى الذي كان في المسجد فقال مطر نادة ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال ما أحسن هذا فالصلاة على السجادة بدعة والصلاة على التربة أو ما أنبثت الأرض سنة رسول الله